حازم جمال القارئ المبدع بعد فترة طويلة من الانتظار والترقب والأحلام تأتي اللحظة المنتظرة التي تمتزج كثير من المشاعر فيها التي يمكن وصف بعضها ولكن لا يمكن وصف أغلبها على الإطلاق نظرا للخصوصية الشديدة لهذه اللحظة وما تحمله من معاني تستحق التقدير لهذا المتسابق حازم جمال عبدالله درديري الذي قدم أداء متميزا ونافس وقدم عطاء كبيرا في ترتيل وتلاوة كتاب الله إنها لحظة تستحق التسجيل ولادة الدافع في التنافس في كتاب الله حازم الذي أبان عرقيه في تقدير قرار لجنة معلم القرآن في برنامج سنابل المدينة وعندما شاهد المتسابق الأخير عجب صوته وعندما بالاستمرار بالسير على طريق الذاكرين متطلعا إلى أن يكون قارئا متميزا فما أحلى أخلاق حازم القرآنية وما أجمل أن نعمل بها نتمنى لحازم جمال الذي تابعه ودعا له المشاهدون التوفيق وأن يكون ممن ذكرهم الله في من عنده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر